يقول في قوله سبحانه وتعالى وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَى وَقَوْلِهُ وَإِلَى ثَمُودَى أَخَاهُمْ صَالِحَةً يقول هل يستدل بهذا بعض الناس بأن اليهود والنصارى لا بأس أن تقول بأنهم إخوة هل هذا دليل صحيح؟ لا هذا دليل باطل إلى عادٍ أخاهم هُودَى يعني أخاهم في النسب لا في الدين أخاهم في النسب نعم